يا زواح الفل ازايكم الفيديو النهاردة طبعا باين من العنوان انه انا هحكيلكم ازاي خسيت 30 كيلو ايوه 30 كيلو انتقلت من الشكل اللي في الصورة اللي على يمين في الصورة اللي على الشبال انا كنت في اول العشرينيات لسه مخلفة بنتي التانية مخلفها قيصاري هي دلوقتي ما شاء الله عندها 16 سنة يعني الكلام ده كان من 16 سنة وفي الحقيقة انا عمري ما كنت بعيني من زيادة في الوزن لما خلفت بنتي الكبيرة وهي دلوقتي ما شاء الله في كلية خسيت الوزن اللي زدته في الحملة بسهولة كان اقصى وزن بوصل له 70 كيلو جيت بقى في بنتي التانية وزني يضرب زي ما انتو شايفين كده جربت كل حاجة جربتوها انتو اكيد في الدايت رحت لدكتور دايت جربت كل الوصفات جربت لعب رياضة انا مع اني انا اساسا بلعب رياضة بس جربت بقى ايه اعمل التمارين للبطن زيادة ازود حمل زيادة المهم ان انا جربت كل حاجة ودايما لما كنت بنزل في الوزن كان بيرجع تاني وكبني ادم انا كسولي انا مش متعودة ان انا يبقى وزني عالي فطبعا ما كنتش راضية ابدا عن الوزن اللي انا او الصورة اللي انا وصلة له دي جربت زي ما قلتلك كل حاجة وما فيش فايدة بنزل اتنين تلاتة اربعة كيلو وبرجع تاني كنت بردع بنتي ساعتها طبيعي وانا الحمد لله مردع بنتيني الاثنين طبيعي لاني بحب اديهم كل حاجة ممكن اقدر اديها لهم لغاية ما قررت ان انا هشتغل مع دماغي النظام اللي انا هقول لكم ازاي خست عليه مؤخرا علميا اكتشف انه صح انا ساعت ما عملته ما كانش ده نظام علمي ولا نظام طبي وانا مش طبيبة بس انا لقيت ان انا جسمي بيرتح عليه جدا هو ده اللي فارق معايا انا من الناس اللي بتقدر تقرأ جسمها الناس اللي بتقدر تحدد اهدافها فما كنتش باهتم للكلام اللي حواليا وحقولك يعني ايه ما تهتميش بالكلام للكلام اللي حواليكي قبل ما اقولك على النظام وانتي بتعملي اي نظام ده او غيره ما تلتفتيش لاي حد يقولك انتي مش هتقداري ما حدش يقولك النظام ده غلط او النظام ده صح او النظام ده ما تسمحيش لحد انه يتكلم في حاجة تخصك انتي وانتي شايفها صح خصوصا ان انتي شايفة نتيجها عليكي عاملة ازاي ما تسمعيش مثلا كفاية كده انتي وشك بقى قد اللقمة لا لا كده كفاية لا لا ما فيش حاجة اسمها كده اللي يقدر يخس يخس ما فيش حاجة اسمها وشك بقى ممصوص او بقى زي اللقمة الوش نظرده بتيجي من الغزة الصح مش بالغزة الكتير ما حدش ابدا بيقول ان الوش الرفيع وحش والوش التخين حلو لا الوش النظر هو اللي حلو الوش الشاحب هو اللي وحش ازاي بقى توصلي ان انتي تخسي ووشك يبقى نظر هو ده اللي انا هقولك عليه كمان في الفيديو بعد ما اقولك ازاي تخسي اتفقنا ان انتي هتحددي هدفك وان انتي هتمشي وتسعي ليه تاني حاجة بقى ما تقوليش لحد من المحبطين اللي حواليك ايا كان من المحبط ان انتي بتعملي كذا او كذا او كذا استعينوا على قضاء حوائقكم بالكتمين انا كمان عنيت من لأ ده نظام مش صحة لأ ده نظام ده انتي كده ده انتي كده اوفر لأ انتي كده بتضرني نفسك يا ستي هو ده كله مستاهل ما تسمعيش للكلام ده خالص لانك هتسمعي فلو انتي اللي حواليك من نوعية الناس دي ما تقولي لهمش انتي بتعملي ايه وخصوصا ان النظام اللي انا هقولهولك ده نظام هتقدري تعمليه من غير ما تشيري عب ان انتي تعملي اكل ليكي لوحدك او اكل البيت لوحده انتي مجرد ان انتي هتنظامي شوية حاجات هقولك عليها تاني حاجة بقى مهمة جدا ان النظام اللي انا هقولك عليه ده ثبت مؤخرا ان هو نظام صحي جدا 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 يمكن هو اكتر نظام صحي اكتر نظام هتقدري تكلفيه كل الاكل اللي انتي بتحبيه بالكميات اللي ترضيكي مش الكميات اللي هي تقولي لقمتين انا شخصيا بحب الاكل بحب الاكل الجوسي بحب الاكل الحلو مقدرش اكل لقمتين وبعدين فطار صغير وبعدين سناك وبعدين غدا صغير وبعدين سناك انا ما بعرفش امشي بالشكل ده انا خسيت على حاجة اسمها نظام الصيام المتقطع يعني ايه الصيام المتقطع وايه هو الصيام المتقطع وايه فويد الصيام المتقطع هقولك ايه فويده الاول فويده ان هو بيشتغل على هرمونين الهرمونين دول هم اللي فيهم كل حاجة هرمون النمو هو المسؤول عن التجعيد مسؤول عن نمو والعضلات والحفاظ عليها والهرمون التاني هو هرمون الانسولين وده من الهرمونات اللي بتخزل لنا الدهون في الجسم نظام الصيام المتقطع هيزود لك هرمون النمو فهتلاقي عضلاتك ببقى مجدودة بشرتك مجدودة في نظارة لان دايما بيحصل تجديد للخلايا وحيقللي جدا الانسولين في جسمنا هرمون الانسولين في جسمنا وده اللي بيخزن الدهون في الجسم نظام الصيام المتقطع فويده كتير انا هقولك انا عملت ايه تجربتي عاملة ازاي وانتي طبقيها باللي يناسب لك هنزل اجيب بنتي من الدرس وحكمل برضو معاكو في العربية الفيديو ده انا مسجلي يوم 22 مارس بس هنزله لكو قبل رمضان لان انا لما بدأت من 16 سنة بدأت النظام ده في رمضان ده حيديكي حافظ ان انتي تبدأي في رمضان حيسهل عليكي الامور وكمان حيخليكي متشجع ان انتي تكملي في النظام النظام ده اللي بيجربه مش بيقدر يستغنى عنه ابدا ساعات انا بطلع منه لما اكون في اجازة بقى وعايزة استمتع بالفطار بالنهار عايزة اكل مع اصحابي مع عيلتي انما العادي معظم السنة انا ماشي على النظام ده ولما تعرفي انا كنت ماشي ازاي هتنبسطي جدا اول حاجة كان دايما عندك اتقولك لازم واجبة الفطار واجبة الفطار دي مهمة لا واجبة الفطار ملهاش اي اهمية في النظام بتاعنا انا لكنت بفطر ولا بتغدى كنت بصوم لمدة 16 ساعة يعني بقى اصحى الصبح وانا هكلمك دلوقتي على النظام اليومي العادي مش رمضان لان ده هنطبقوا طول السنة مش بس رمضان في رمضان الموضوع هيبقى سهل لان احنا الناس كلها بتبقى صايمة بقوم الصبح ما باكلش حاجة ما باشربش حاجة بعمل ايه بقى بصوم 16 ساعة ما بدخلش جسمي اي سعرات حرارية خالص بس بدخل جسمي انا عايزة تسل انا عايزة اقعد بقى ما احنا متعودين ان احنا دايما في ادينا حاجة بقنا شغال فدايما انا كنت باشرب يا اما قهوة سادة او قهوة او نسكافي بلاك وتاني ما تسمعيش كلام ده حيدرك ده حيعملك ده حيخليكي لو القهوة ما بتدركيش نسكافيه ما بيدركيش اشرابي عادي جدا هو على حسب انت ايه اقري جسمك طيب النسكافيه على بطن على معدى خالي بتتعبك عندك بقى مشروبات كل مشروبات والاعشاب اللي من غير سعرات من غير لبن احنا مش عايزين ندخل جسمنا سعرات وفي الايام العادية غير رمضان احنا صايمين عن السعرات بس مش صايمين عن اي حاجة تدخل بقنا احنا بنشرب عادي بنشرب مشروبات من غير سعرات عادي جدا بنتسلة لان هي الموضوع هو عادة مش احتياج انت جسمك مش محتاج وحتلاحظي كده ممكن تتعابي اول يوم تاني يوم بس بعد كده جسمك هيتعود ان هو ياكل في الموعد اللي انت هتحدديها فانا كنت بس حالصبح مفترش وما تغداش باكل واجبة واحدة بالليل عكس كل اللي الدكاترة بتقولهولك باكل فيها اللي انا نفسي فيه اول ما بدأت بدأت بايه بقى ان انا ما كنتش باكل حاجة واجي على بالليل خالص ما انا عاملة نظام ان انا حصوم 16 ساعة متواصلين وحاكل وبعد كده اقعد شوية ونام كان النظام ده لسه محدش عارفه وما كانش معترف بيه ولا حد اصلا اقل له ده كان من دماغي ساعتها فكنت باكل وجبات لغاية مجبع اللي هو زي ما قلتلك عكس كل الدكاترة قالت عليه بس الفرق بيني وبين الناس اللي لما بتعمل كده وبتدخن ان انا ما كنتش بدخل جسمي حاجة تانية في فترة الصيام يعني مش طول النهار جسمي او بقي شغال بحاجة والاسم ان انا مكلتش لا انا فعلا مكلتش حاجة انا في فترة صيام لمدة 16 ساعة بيجي وقت الاكل باكل الاكل اللي انا بحبه الاكل اللي انا نفسي فيه المهم في النظام ده ان انتي لما تشبعي بطلي اكل متاكليش فوق تقطق وزي ما قلتلكم انا اول ما بدأت النظام ده كنت في رمضان فكنت بفتر فطار عادي جدا من الاكل اللي انا عاملاه وانا اكلي دسم جوسي طعمه حل كنت باكل وبحلي كمان بس كنت قبل ما بتدي باكل باكل سلطة كنت بعمل كمية سلطة حلوة وباكلها وباكل من الاكل العادي بتاع البيت مش بعمل لنفسي اي نظام تاني خالص وبعدها بشوية بتصحر بدري ليه بتصحر بدري عشان انا عايزة اطول فترة الصيام كل ما فترة الصيام طولت كل ما هرمون الجروث هرمون او هرمون النمو افرز اكتر وساعتها انا مكنتش بعرف كده بس انا كنت عايزة اطول فترة الصيام خلص رمضان لقيت نفسي خاسة 8 كيلو انبهرت قلت لأ طالما النظام ده ماشي بالشكل ده وانا كنت باكل الاكل العادي وكنت باكل حلويات اه اللي كنت محددة احتياجي بشبعي مش بنوعية اكلي بس كنت حطة مؤشر ليا ان انا لما اشبع هبطت الاكل اه لقيت النظام ده ماشى معايا فضلت مكملة كده بس كمان بقى بعد شوية طورته قلت لأ طب انا عايزة نمط حياة صحي لان انا نوية اكمل بالشكل ده انا بحب ان انا صحتي كمان تبقى حلوة دخلت بقى بعد كده رياضة غير الرياضة اللي انا كنت بلعبها دخلت جري دخلت حاجات تانية بس مكانش الرياضة هي السبب في التخصيص كان النظام اللي انا عامله هو السبب في التخصيص الرياضة دي بتيجي من انتي هتحبي الدنيا بعد ما تخصي هتحصي ان انتي بتحقق اهدافك انصحك بالصيام المتقطع قسمي يومك لفترة انتي صايمة فيها ما تقلش عن 16 ساعة وفترة انتي بتاكل فيها 8 ساعات بس 8 ساعات دول هناكل فيهم اكل عادي هنقطر الاكل الصحي الخضروات الورقية بعد شوية انتي مع نفسك معدتك هتصغر هتحبي تسرعي العملية فحتلاقي نفسك بتقللي السعرات في اكلك هي الموضوع بيجي بالروحة زي ما جاه معايا بالضبط ابتدي بس في رمضان كلي وجبة واحدة في رمضان اللي هي بتاعت الفطار ما تفضليش تكلي من الفطار للسحور السحور خليه بدري شوية عشان نطول فترة الصيام وان شاء الله ربنا هيقدرك ولما تلاقي نتيجة هتقدري بقى ان انتي تكملي النظام ده بعد رمضان وتفضلي ماشي عليه فترات طويلة انا احيانا بطلع من الصيام المتقطع بس زي ما قلتلكم مثلا في اجازة مسافرة بتبقى ظروف معينة بس دايما بيبهو الوسيلة اللي برجع لها عشان ازبط وزني تاني انا حاولت اوصل لكم تجربتي على قد ما اقدر اللي عنده اي سؤال انا هجاوب على الكومنتات يارب الفيديو النهاردة يكون مفيد وعجبكم واشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله اشتركوا في القناة